شهدت العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية تظاهرات واسعة شارك فيها آلاف من العراقيين بسبب ترد الخدمات وعدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين التي قدموها منذ عشرين يوما المركز العراقي لدعم الحرية اتهم قوات الأمن بمنع القنوات التلفزيونية من تغطية احتجاجات ضد الحكومة في العاصمة وان الممارسات التي استخدمتها القوات الأمنية لمنع المواطنين الذين يرومون التظاهر في ساحة التحرير وسط بغداد ومنع دخل سيارات البث المباشر للقنوات التلفزيونية لتغطية تلك الاحتجاجات هي محاولة غير مقبولة لقمع الاحتجاجات السلمية ودع المركز كلا من رئيس الوزراء حيدر العباد وقائد عمليات بغداد الفريق جليل الربيعي الى السماح للمتظاهرين بالتعبير عن سخطهم من ترد الواقع الخدمي في البلاد معتبرا ان استخدام هذه الاساليب يمثل عقبة في طريق الاستماع لمطالب المواطنين تنذر بسابقة خطرة يقلق منها كثيرون من الذين ساهموا بوجود انظام الديمقراطي الحالي واغلقت قوات الامن جسري سنك والجمهورية المؤديان الى المنطقة الخضراء المحصنة امنيا وسط بغداد حيث توجد مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الاجنبية بالتزامن مع الاحتجاجات وفي وقت سابق دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة الى وقف قمع الاحتجاجات التي تشهدها محافظات وسط وجنوب البلاد وتخللت الاحتجاجات اعمال عنف خلفت 14 قتيلا من المتظاهرين فضلا عن اصابة اكثر من 700 من افراد الامن والمتظاهرين كما جرى اعتقال اكثر من 700 متظاهر بحسب المفوضية لعليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق